أحدى للتربية والعلوم والثقافة أو بيونسكو للفترة اللي حتبقى تبدأ من 2025 إلى 2029 والحقيقة هذا الترشيح جاء نتاجاً لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية اللي كانت حقيقة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 22 وضمت ممثلين من كل الوزرات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين والحقيقة قد خلصت اللجنة في ختم أعمالها إلى ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء والحقيقة طبعاً اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بيأتي استناداً للمؤهلات التي يحوزها وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة فضلاً عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات العلوم والتربية والثقافة والتي يعني تعد نتاج لخبراته اللي تمتد لأكتر من 30 سنة في مجالات التدريس الجماعي والبحث العلمي وعلوم المصريات والأثار والتراث والمتاحف والسياحة بخلال طبعاً أنشطته وإسهاماته بالعديد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية سواء داخل أو خارج مصر وسمحولي طبعاً أن بيعكس الترشيح المصري خصوصية العلاقة اللي بتجمع مصر بمنظمة اليونسكو والتي يعود تاريخها طبعاً للإسهامات المصرية في سياغة الميثاق المنشئ للمنظمة والتوقيع عليه في عام 1945 مروراً بالحملة الشهيرة لإنقاذ معابد النوبة والتي تعد بمثابة أكبر قصة نجاح للمنظمة فهي تجربة فريدة ألهمت المجتمع الدولي وحشدت إرادته السياسية لسياغة إحدى أهم الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة وهي اتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافي والتراث المصري الحقيقي الحضاري والثقافي والأثري والفكري والعلمي الثري والمتنوع عبر العصور والذي شهد التاريخ القديم والحديث للحضارة الإنسانية على دوره الرائد في تشكيل وجدان الإنسانية وغنى إرثها المعرفي والعلمي ده كله بيدفع مصر الحديثة للمضي قدما في استكمال مسيرتها التنويرية وإسهامتها في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي من خلال ما نمتلك الحقيقة من مؤسسات تعليمية عريقة سواء من مدارس وجامعات ومعاهد بيلتحج بها سنويا ملايين الطلبة والبحثين المصريين والأجانب وتخرج فيها علوم علماء ومثقفون في مجالات شتى حصد العديد منهم الحياة جوائز علمية وأدبية مرموقة على رأسها جائزة نوبل تقديرا لإسهامتهم الجليلة والبارزة في مجالات العلوم والأداب بمختلف تخصصتها الحياة كمان أيضا غني عن البيان أن مصر تولي اهتمام خاص باليونسكو وتقوم بدور نشط وفعال في المنظمة منذ عقود فقد ساهمت خاصة خلال السنوات القليلة الماضية في سياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار ولاية المنظمة والتي تهدف إلى إعلاء قيم احترام الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب كما تقدمت مصر بالعديد من القرارات الهامة في مجالات حماية التراث المادي وغير المادي ففيما يتعلق بمحاربة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية نجحت مصر في نوفمبر 2019 خلال فترة رئاستها لللجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 في اعتماد يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمحاربة هذه الظاهرة وساهمت مصر كذلك عام 2020 في إطلاق برنامج رائد لدعم حقية الدول الأفريقية في استرداد كافة ممتلكتها الثقافية المنهوبة فضلا عن مشاركتها في صياغة قرارات ومبادرات في مجالات علمية أخرى بالمنظمة وعلى رأسها طبعا القرار الخاص بتفعيل دور اليونسكو في مجال المحيطات والذي صاغته مصر قبيل استضافها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو الكوب 27 اللي مصر كانت استضافتها طبعا العام الماضي وعلى دوق الحقيقة الاعتبارات السابقة والتي جميعها تعزز من قرار الترشح وتفسر واجهته فالحقيقة النهاردة صدرت التوجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانيات المتاحة كلها للترويج له على النحو الملائم فضلا عن تكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع استعدادا للانتخابات اللي حيبقى مقرر الحياة إجراءها بمقرر المنظمة بباريس عام 2025 فحبي الحياة إحنا كنا حبيين إن إحنا يعني هذا الحدث المهم جدا إن إحنا طبعا نعمل هذا المؤتمر للاعلان عنه وبشكر حضراتكم جميعا ونتمنى توفيق إن شاء الله للمرشح المصري الدكتور خالد العنيني فاضل يا دكتور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معالي وزير الخارجية السفير سامح شكري السيدات والسادة الحضور تعجز الكلمات عن التعبير عن فخري وباختياري مرشحا لمنصب مدير عام منظمة علوم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وعن انتنان الدولة المصرية التي منحتني ثقاتها الغالية للترشح لهذا المنصب المرموك أدرك جسامة مسؤولية هذا الترشيح لسيامة في الضور الذي يقع على عاطق اليونسكو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية التي تواجه تحديات غير مسبوقة فما زال هناك عشرات الملايين من الأطفال في العالم لا يتلقون التعليم كما يعاني التراث الثقافي المادي وغير المادي والتراث الطبيعي من تحديات عديدة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث مثل التغيرات المناخية بالإضافة إلى عدم استفادة البلدان الأقل نموة من القفزة الهائلة في مجال التكنولوجيا والابتكارات حول العالم إن العالم اليوم بحاجة ممسة ربما أكثر من أي وقت مضى إلى الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وتقبل الاختلاف وقبول واحترام الآخر ونبذ العنف والقارهية والتعصب والتمييز وتعزيز التنوع الثقافي وسد الفجوة العلمية والتكنولوجية الهائلة ومضعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيام تلك المتعلقة بإتاحة المعرفة والتعليم الجيد والمساواة والابتكار والسلام والعدل وإنه لا يشرفني أن أضع خبراتي الأكاديمية والتنفيذية في خدمة المنظمة وهدفها النبيلة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بوجدان كل مصرية ومصري عبر ألاف السنين منذ فجر حضرتنا المصرية العريقة وحتى يومنا هذا هذا الوجدان الذي يعلي من قيمة السلام ويقوم على الوسطية والاعتدال ويمزج بين الهوية العربية والأفريقية وبين التراث الإسلامي والمسيحي واليهودي فإنه من الطبيعي أن يحدو هذا المزيج الفريد ببلادي نحو التطلع إلى الفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع اعترافا بتراثها العريق وتقديرا لإسهاماتها الحضرية والثقافية والفكرية والتنويرية ختاما لا يفوتني أن تواجه لسادكم دولة رئيس مجلس الوزراء وبالشكر على الجهد الذي بزلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للإعداد المبكر لهذا الترشح على نحو يعكس الأهمية التي توليها مصر لهذا المنصب الرفيع وكل ثقة في الدعم الكامل الذي ستوفره كافة مؤسسات الدولة لهذا الترشح لحصول مصر على هذا المنصب الذي سيمكنها من الاستمرار في أداء دورها أفضل ثقيفي والتنويري وإرساء قيمة السلام والعدالة ومدى الجسور بين الشعوب شكرا دولة رئيس شكرا 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 شكرا